يا ساتر يا الكمية يا عيال أول مرة أطلب كمية كبيرة زي كده والله كمية كثيرة خليش رض يا ساتر خلاف 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 يصوت عساكر قريب والله ما شفتهم والله ما شفتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب ان شاء الله طيبين رجعنا لكم في مقطع جديد من لعبة دراق ديلر أو محاكي تاجر المخدرات البيع باختصار فأعتذري عيال على القطعة اللي صارت اللي عندي في السناب عارفين طبعا نضيفنا على السناب فاستعرف ايش اللي يصير خلف الكواليس فاللي في السناب عارفين ايش اللي صاب فاعتذر عن القطعة اهم شي عيال قبل لا ندخل في الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي واللايك لايك مهم لا تنساه وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات احساسي وصلك اشعار لكل جديد مشاهدة ممتعة وبسم الله يعيال دخلنا على طول يعيال في حلقتنا طبعا قريت كل تعليقاتكم وقريت ايش اللي مطلوب مني وفشكرا للي كتبوا لي تعليقات شكرا لحسام وفي شخص ثاني والله كتب لي تعليق وشرح للقبلة كني ناسي اسمه بالنسبة للقرامات هذه حسام قال لي كل 30 قرام لازم تخلط معها 12 قرام من الملح ما ينفع تزيد الملح زيادة فهذه كلها ما نحتاجها عندنا كمية طيبة خلينا نشيل الفلوس لو رحنا هل حنقدر نحول الفلوس او ولا لا لان اخر مرة ما كان يمديني يب الى الان ما يمديني لو ابغى اطلب طلبية عندنا ميتين وعشرين فودي عيال اسوي اردر من الشي هذا ودي اجيب 30 قرام بميتين وعشرة فخلينا نسوي لها اردر طبعا كمية كبيرة جدا المفروض اني ما اسوي الشي هذا لكن مضطرين رجع هذا وعطني اوكي عطني حبتين من هذه خنشوف هذا عندنا طلبات ولا لا عندنا طلبية واحدة اوكي خلينا نسوي كنفير وننزل اتوقع انه بعد شوية عيال حيوصل لنا الطلبية حقنا اوكي الى الان ما وصلوا لشي طبعا حسام قال لي في الليل اوش اسمه في الليل اطلع بدون حقيبة لان اذا شاف وك العساكر بالحقيبة حي الحقوق هذا يبغى عندنا طلبية في شخص ثاني قال لي ايش يا ربي خلينا اتذكر والله اني ناسي اوكي طالب اثنين قرام حبة واحدة اكسب اوكي في شخص ثاني قال لي يا عيال اوكي هنا في عساكر خلناش يرد من هنا اوه قال لي الاشخاص اللي يدورونه عليهم استفهام هذا ولا تقدر اوه شي اسمه تقدر تكلمهم وتعطيهم كمية من اللي عندك يعني دل الحين لما انا توصل طلبية ها اسوي الميكس حلو اذا سويت الميكس اوكي اقدر اسوي اللوك اا نسيت ترى لعبت خلف الكواليس وصلنا لفل اربعة فالان فتحنا لمنطقة هذه ممتاز لازم نجيب لها بخاخات هل في عندنا بخاخات اوكي يا عيال في عندنا بخاخات موجودة فلازم نروح نستولي على المنطقة معينة فقال لي لما انت تخلط تجلل لنشوف اول شي هل الطلب جاهز يا لسه آآ لسه يا عيال ابي له وقت على بال ما يجهز لطلب حقنا شسم الله اذا كنت شهادة مادرني كنت بقول ونسيت طيب المنطقة وين المنطقة هذه هي المفروض انه الان لان وين شرد انقص شرد يخوي شرد شرد وين العساكر يا رب ما يلحقوني يا رب ما يلحقوني عساكر ثانين عساكر ثانين توقع اني شردت منهم ياسي عيال شويت انا تقيت الموس توقع اني شردت منهم طبعا عيال اخدت لي فاصل بسيط اه تهمني ابويا الشي اللي ذا الحين قاعد افكر فيه شنطتي وينها والله ما ادري وين رميتها يا عيال انا من وين شردت اصلا هذيك هي الحمد الله على السلامة الحمد الله على السلامة اه طيب توقع اه اوكي الاغراض وصلت يا عيال خلنا روح نستلم الاغراض توقع انه في نفس المكان الاخد مرة ولا لا 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 اه وين خلينا نشوف اخر مكان لا موهنة اجل مكان ثاني يا عيال اوه نسينا سالفة البخاخ يا عيال اوكي عيال هنا في اكس سيرش اوكي هاذي الاغراض اللي نبيها يا ساتري الكمية يا عيال اول مرة اطلب كمية كبيرة زي كده والله كمية كبيرة يعني كم نص لا ما تجي نص كيلو فنزلنا يعني بالنسبة لي كمية كبيرة الان بنرجع لشقتنا يا عيال ونبدأ نشتغل عليها ونزبط المصابيط هيا بسم الله اعطني التاب اوكي اوه هذا اول كيسة اوه لا ما نبي ذا اوكي اوكي ما اقدر احطه لازم امسكه كذا اوكي عشرين اقرام طبعا حسام قال لي يحط ثلاثين اقرام طيب الان احنا حطينا ثلاثين اقرام ناخذ واحد بس من الملح ونحطه عليه ونسوي لها اد اوكي الان صار عندنا المجموعة الثانين واربعين عندنا هذي فيها اه كم فاضية بس انه كويس الان لازم نسوي مكس أتوقع هذا الميكس اللي إحنا حنسويه خلينا نسميه تو ميكس تو عشان نحفظه الآن يبدأ يسوي له ميكسي عيال ولازم نشتغل صح الكمية اللي كانت عندنا هذهك ترى ما منها أي فائدة قاعدة تخرب سوقنا وقاعدين نجيب العيد فيها الآن توقع الكمية جاهزة فممكن نشيلها نحطها في العلبة هذه 41 جرام أيام نسوي له الآن نرجع هنا ونسوي له باكيجينج عندنا عيال 41 جرام خلينا نقسمها على 22 كيس هل هي حتيجي بالشنطة؟ لا ما حتيجي خلينا نأخذها على أجزاء نأخذها بالشكل هذا نحط أول شي عشرة هذه عشرة حلوين سوي لها أوكي حتى عشرة أنا إيش عندي في الحقيبة يا عيال؟ ودي أخذني من الحقيبة الكبيرة أوكي الحقيبة عندي فيها أغراض والله طيب نرجع كل شيء مكانه أوقع أنه الآن يمدينا ناخذ أوقع أنه يمدينا ناخذ عشرة أوكي الآن قدرنا ناخذ عشرة فخلينا نشيلها ونحطها هنا تحت طبعا اسمها ميكس 2 الميكس 2 هذا المفروض أنه نشتغل عليه ونحسن سمعتنا عن طريقة أوكي طيب الآن إحنا عندنا عشرين من البكيج اللي هو النص وعندنا عينة واحدة اللي هو حبه واحد جرام هذا يعيان نقدر نشتغل فيه إنه إحنا نعطي اللي هو اللي يتجولون في الشارع الآن أخطت اثنين من هذي خلينا نروح نشوف أوردر نشوف هل أوكي في ناس كثير طالبين فرح أقبل كل طلباتهم بالشكل هذا كلهم بقبلهم لازم ينبيع لهم والشرطة خلاص عرفنا كيف نشرد منهم ما مشاي شوف لك يشدار ونقفز ما رح يمديهم يجيبونك هل أقدر الآن أوكي أقدر أجيب فلوس بس خلينا أول مبيل وبعدين خلينا أجيب لي من الكمية هذي بالشكل هذا وعطني هذي آخر واحدة أوكي المرة الجاية إن شاء الله بنطلب من البطاطس الخضرة لازم طيب أنا قبل شوي سمعت دوريات بس ما عليه أوكي في واحد هنا وراء هذا أول واحد توقع أن هنا هذا هو أوكي إن شاء الله ما يكون عسكري ولا شي إش تبغى أوكي أخذ لك واحدة تفضل أوكي وين الشخص الثاني شي شخص هنا صح أوكي هذا هنا شخص ممتاز إش تبغى أوكي رح نعطيه من الشي الممتاز أوكي حين الشغل يا حبيبي إنها هنا الشغل طيب باقي عندنا هنا هنا توقع أول مرة يجينا طلب هنا صح أوكي حينتشرون أوكي هذا واحد أوكي شتبغى أمسك أق glaube سعيد أوكي 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 هذا هو نواني ينقر trying to تعال يا حبيبي في واحد عنده علامة استفهام ودي أبيع لا يا ساتر والله كمية كبيرة يا عيال هذا 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 خذ هذه عطيتها يعيال كمية بسيطة على اساس نضمن ولاءة بالشي هذا حيكون يعني المرة الجاي ان شاء الله يطلب مننا وبعدين عطيتها كمية عطيت يعني نوع صنف مرة ممتاز فان شاء الله انه يعجبه ابغى الحق اخلص بسرعة في شخص هنا صح وينه 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 يعيال وينه ذا اوكي هذا هو الحمد لازم اشغل كشاب عشان اشوفه والله ظلام يا عيال اوكي طالب من هذه هذه اخر حبة تفضل اه باقي عندها توقع شخص واحد وفي عساكر في عساكر فاخر نجي من هنا اوكي توقع يمدينا في الراحة وين هو في الزاوية هذا كو اتوقع انه هذا هو اوكي تعال يا كابتن اشتبغى اوكي طالب من هذه ابشر بي والله ابشر بس سعد ابشر بس سعد والله هذا الشغل المحترم اين الشغل يا عيال الان خلاص نرجع على شقتنا ونشوف كم جمعنا فلوس مع ان العساكر هناك باجي من ورا قال لي حسام قال لي ترى في الليل لازم تنزل بدون شنطة قال هم اذا شافوا معك شنطة يشتبهون فيك وفي واحد قال لي اذا طردوك يزمن في البيت والله يا بعت كمية طيبة خلينا نشوف كم عندنا فلوس حطها هنا ممشكلة نجي على الكمبيوتر ونقول لنا بنحول فلوس نبي نودع فلوس نحتاج كاش يقول لي بيعطيني مئتين وعشرة بيحول لي مئتين وعشرة الشي هذا جدا ممتاز خلنلحق عليه ونحول الفلوس على اساس يمدينا نطلب من البطاطس الخضرة لان خلصت ما عندنا بدأنا نشتغل على الثقيل يا عيال طلت ايام الطفرة الان نلعب على الكبير يا عيال حلو 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 عطينا عطانا مئتين وعشرة كاش نقدر نستخدمها الشي هذا جدا ممتاز حنقدر نشتري كمية طيبة من الاخضر بس خلنفتح بس الباب وندخل نودي اغراضنا ونشوف اذا في احد طالب ولا لا في عندنا شخصي عيال طالب بس ما ادري ايش اللي طالب نسوي لكم فيرم ليش لا نوصل له بس ما ادري ايش اللي طالبه اوكي هذي باقي عندنا فلوس ما حولها لنا باقي معنا مئتين الشي هذا كويس الاخضر ما عندنا ما عندنا الابيض فهل اقدر اصوي اوردر الاخضر خلنطلب ليش لا اوكي بدأ حضر التجول يا عيال فعطني من الشي هذا كم ناخد ثلاثين يا عيال ثلاثين يا عيال بمئة وخمسين خلنطلب ثلاثين نفس طلبنا اللي قبل شوي وننزل نوصل لهذاك معا بيكون فيه عساكر هذا هو يا رب ما يكون عسكري لعم موسيقى الحمدالله وطالب نفس الشي اللي احنا قاعدين نبيع فاااا اوكي افتح الباب انا بنقز من فوق ماعدري ليش موسيقى عندنا يعيال هنا سكل نقدر نرفعها بوكت توقع انو هذا يزيد لي مساحة بس انه والله exch승 أخذ مني 5 قاط يا الساتن خلننا نشوف اشي اللي يعطاني اوكي زاد لي جيبي زيادة شي ممتاز بس مو مرة خل ناخذ شنطتنا لانه بعد شوية حنروح نشيل كمية جدا كبيرة لازم نضبط المضبيض اوكي وصلت رسائل خلينا نشوف ايش اوه هذا كمان عجب المخلوط يا عيال يقول يابي زيادة يابي زيادة بس ما عليه هذا يقول لي بعد 45 دقيقة ان شاء الله حعلمك الطلبية فمو بمشكلة خلنوصل ذا طيب تدرون يا عيال ما بي خاطر خلينا حطه في جيبي وارمي الشنطة خليه هنا اوكي يالله مشينا ما بي خاطر يا عيال بالشنطة طالما انه هو شخص واحد وطالب بثنين قرام بس فتوقع ايزي الموضوع توقع انه هو جوه هنا اوكي يقول لي انلوك هنا لي اوكي يقول لي عيال تحتاج انه تشتري شي يفك الأقفال واذا انه ما لقيت في الستور تقدر تدور في اللوت وتلقاه بس ما ادريش اقصد في اللوت خلينا نشيل معنا مبلغ بسيط شلت معاي سبعين مبلغ بسيط يا عيال نروح نشوف فاتح الأقفال هذا ايش سالفتها لاني يا عيال ودي فتح الأقفال في بيبان كثيرة ما اقدر ادخلها فالظاهر اللي اذا جبت فاتح الأقفال ذا حاقدر ادخل شقك كثيرة شي هذا مرة ممتاز ما ادري اذا الشي هذا موجود او لا الله واعلم بس خلينا نشوف ليش لا يعيال ما لقيت اذا فاتح الأقفال ما ادري من وين بس اللي اعرف وين طلبيتنا يعيال جت فااااا وين طلبية حقتنا اسحب على هذا اللي قبل شي طلبنا شوي حيكنسل أصلا حسنا وكي في عساكر هنا ما ادري وينهم ما علي اصحب عليهم ولا كان لكن تشوفهم نريد انشوف وين الطلبية حقتنا حسنا توقع عنا هنا يب 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 يعيال تقفى لا تقول لي ما اقدر اشين لازم حقيبة لا 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 لازم حقيبة يا عيان فلن روح الهزل الأغراضي وجيب حقيبة وارجع شي لها أساتر ما طلعت اللى فتدوريات والله خرجوني يا عيان يا ساتر ستطلعوا من هنا صح راح يمين حلو هل نجا من هنا إحنا تارب إنه ما حتصرقها لإذا طولت يصرقونها هي فين هنا هذه هي هات يا مدير 30 جرام زبن زبنة الأسد عشقة 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 على طول على طول طيب الآن إحنا وصلنا ومعنا البطاطس حقنا فخلينا نبدأ نشغل الشغل الصح هلأبي يا الكيس الكبير هلأبي الآن أتوقع أنه لازم نخليها في العلبة توقع نضيفها بالشكل هذا لا والله كيف نضيفها يا عيال يا عيال في طريقة أنا ضفتها بس ما أدري شلون أوكي هذا في باقي كمية من أول أوكي عطني هنا 20 سيف هلأقدر أضيف هذه العشرة توقع أقدر يب حلو الآن المفروض نسوي لها باكيجينج توقع حنقدر نطلع منها 15 إذا في مساحة في الشنطة إذا في مساحة فيه حلو حلو جد جد يا عيال ممتاز إن شنطتنا فاضية ممتاز جدا ممتاز جدا طيب يا عيال ما أدري متى بنوصل مرحلة إنه نفتح الأشياء هذه في أشياء جديدة في بطاطس على شكل حبوب في أشياء كثيرة كيف نوصل لها من يحارب والله ما أنا حارب أوكي بسوي لديبت كاش خلينا نشوف كم حيعطينا يقول لي 150 مو مشكلة 150 زينة زوينة عطني 150 خط هذه هنا يلا نروح نودي هذه ليش ما أقدر أودية هنا يا عيال لا تقول لي ما في مساحة يا عيال المكس هذا أصلاً جاي بفين العيد فشك لي حأرمي رميتها يا عيال الآن أتوقع أقدر أحط ذا أوكي قدرنا نحطه فخلينا الآن نتوجه نبي بس نحول فلوسنا ما نبي شي شكراً لكم طبعاً أفضل حل إنه تخلي الشرطة يمسكوك عشان تيجي بالنهار بس الآن بروح حول فلوسي لديهم برجع خليهم يمسكوني على أساس أنه يطلع في النهار فهذا أفضل حل بالنسبة لي لأن الليل ما أحبه والله حالي حولي الفلوس بالشكل هذا سمعت صوت عساكر أنا أرمي يا شانطة دينا وش ذا مالذي هكذا؟ اهي أعطي هنا يا عيال هل تستخدم أي أخيات أو أطنوعات؟ أضعه لا تكتشف خلاف خلاف اوه يا ساتر يجرب نرفع الأسعار ونشوف إيش اللي يصير بس الآن اللي نحط هذي عطني من هذي حبتين شكل هذا أوكي ميكس تو عطني حبتين وقع حبتين كفاية الآن ننزل ونشوف شغلنا يعيان طيب في واحد وقعنا على طول قدامنا خلين نوصل له أوكي هذا أول واحد يش طالب يبي من هذا حبتين فضل وشه ذا كم طالب بدأنا ندخل بالثقيل طالب أربع قرامي عيال ألا بي سيسبر أصبح نروح نجيب كمية زيادة لا 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 كذا شغلك لا يختلف بدوا الناس يطلبون كميات أجلي عيال شوي كذا يعني فترة بسيطة إن شاء الله أصير راس كبير نصير ريصان كبيرة يا عيال طيب بدي أشيل معي البخاخ وحط الفلوس وعطني من هذه الشكل هذا أوكي أخذتي عيال ستة ستة أتمنى أن يكفي عيال إن شاء الله أن يكفي ستة ستة من كل شيء طيب أين باقي؟ توقع هنا في المنطقة هذه صح؟ يب في الزاوية هذا ما رح نقدر ندخل عنده انسى الموضوع ما رح نقدر ندخل عنده هل في له طريق من وراء؟ أوكي أوكي ومدري إيش نروح نجيب فاتحك فال عمي تعال بس سمسك تعال ما شتبغى؟ ثنين أبشر بهاه تفضل تفضل طيب في بقي شخص قدام على طول مع أن في عساكر قاعدين يمشون هناك هو فين؟ المترجم للقناة 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 بدأنا نجيب طلبيات كبيرة شغلنا مضبوط بإذن الله عيال بأنشوف هرجة البطاطس الخضراء إذا نقدر نخلط معها شيء أو لا أنا والله نسيت ما أشيك عليها بس حتى لو أني شيك ما أدري وش أخلط معها اكتبوني في التعليقات اللي عارف إيش أخلط معها وبإذن الله بنسويها هنا وصلنا حلقتنا أتمنى أنها نالت إعجابكم نشوفكم على خير في أمان الله